الأقليات في جمهورية أرمينيا تشكل حاليا 2% من مجموعة السكان اليزيد الأكراد الروي يونان والأشوريون في أرمينيا لا توجد تفرقة ضدهم فهم يعيشون يعملون وينتجون ويحافظون على تقاليدهم قومهم في كل أنحاء العالم يعيشون 4 ملايين أثور 7000 منهم في جمهورية أرمينيا في أرزين وحده يعيشون 3200 أشوري يعملون في تربية المواش والزراع وحسب تصريح رئيس القرية يقول بأنهم بكل الوسائل يحاولون حماية ثقافتهم وتقاليدهم يحتفلون بكل مناسباتهم وعيادهم الوطني رئيس السنة يحتفلون بها في يوم واحد بالأشوري يسمونه ديشيتا ولكونهم من الشعوب المسيحية الأولى فهم يحافظون على تقاليد أسلافهم ويتخلمون باللغة الأشورية الحديثة لديهم 22 حرفا أبجديا ويكتبون من اليمين إلى اليسار في عام 1994 قدموا طلب للحكومة الأرمانية بإضافة درس اللغة الأشورية في المدارس وتم الحصول على الموافقة واليوم هم يدرسون اللغة الأشورية في مدارسهم وهم من الأقلديات الوحيدة المقيمين في أرمانيا الذين لديهم دعم في قطاع التعليم من قبل الحكومة الأطفال الأشوريون يدرسون اللغة الروسية في المدارس وبجانبه يدرسون لغة الأم اللغة الأشورية والقواعد الأشوريون كانوا من الأوائل الذين بشروا بالمسيحي وإلى الأشورية ترجمة روايات المفكرين الأرمانية عند ابتكار الأحرف الأبجدية الأرمانية قدموا المساعدة للقديس ميسروب مخترع الأبجدية الأرمانية في أرزني توجد سبع خنائس رسودية أحدها تأسست عام 1850 من قبل الأشوريين اسمه مات ماريام أي ماريام العذراء واليوم من هذا تعمل وفي الكنيسة توجد طاعة للفواتح وحسب تقاديدهم يضعون المتوفي فيها ليزورهم الناس ويقدمون تعازهم الجدة الأشورية صوفيا قضت كل حياتها في قرية أرزني أمرها 80 عام أهلاً وشهلاً جئكم بالسلامة أبوابنا مفتوحة أمامكم بارك الله بكم هكذا تمنت لنا الجد لصوفيا وأضافت لنا علاقة طيبة جداً مع الأرمان لسنوات طويلة وقالت حتى هناك الزواج المختلط بيننا رئيس القومية الأشورية في أرمينيا أرسيل ميخايل منشغل بقضايا الأشورية ويحاول حلها أنا أريد أن أقول لممثلي شعبي أن يكونوا أكثر نشطين ويكونوا أقوياء مع بعضهم ومتخاتفين فقط هذا الاتحاد سينقذنا في هذا العالم لذا نحن نحاول أن نعمل بهذا الاتجاه مع مواطنين وممثليهم وأعتقد نحن لدينا الإمكانية لتطوير تلك لأن الشعب الذي 2600 عام لم يكن لديه دولة أو وطن ليعيش به لكنه استطاع أن يحافظ على لغته وقواعده وتأريخه إذن ذلك الشعب ما زال لديه هدب ونحن يجب أن نصل إلى هدفنا في وادي رافدين حددوا من 1 أبرل إلى 12 أبرل أثنى عشر يوم مستمر حيث سلم الملك مهامه لشخص آخر وعاش مع الشعب بمستوى واحد لمدة 12 يوم تساوى الملك مع الشعب الأرمن لحد الآن لم يعرفوا ما هي الدولة لو كانوا بدل من الآشوريين كانوا قد شعروا ما زال الشعب بلا دولة غير مجهولين وما زال نحن مسيحيون وفي وادي الرافدين القليل من المسيحيين أنا واحدة من الناس لو أعرف أن لي دولة سأسافر وأعيش هناك نقدم لكم عروض الفولكلور الآشوري مهدات لرأس السنة شيء مميز جدا أنه لأول مرة رئيس جمهورية أرمينيا يقدم لنا كتاب شكر والتهاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طبعا نحن احتفظنا بلغتنا وما زلنا نؤدي صلواتنا لله بلغتنا في داخل كنائسنا وما زالت كنائسنا الآشورية تعمل اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة